اي حد اي حد في مصر بيحب البلد وخايف عليها وخايف على مستقبلها ومهم عنده جدا جودة وصحة اقتصادها وسياستها النقدية والمالية سعيد جدا 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 بالقرارات اللي تم اتخاذها من صبيحة هذا اليوم حلوى صبيحة هذا اليوم زي ما كنت بتكلم مع زميناتي العزيزيات انا لسه جاي من المؤتمر الصحفي وحتى جاي ومعايا البلوك نوت اللي انا احتفظ بها غالبا طول عمري لانها حدث تاريخي جدا بتاعة البنك المركزي المصري لانا كنت بقايد مجموعة من النقاط اللي تفضل معالي محافظ البنك المركزي اساس حسن عبدالله بيها هلالكم في عجالة علشان هتبقى مفتاح للحلقة بتاعتنا ده هم نوع بص عملي زي ده كل اللي انا انا رجل باختصر داي بص لسي ده صحيحة عبدالله بدأ حديثه بجملة اكتر من رائعة نصها خد بالك نصها لدينا ما يمكننا من سداد التزامتنا ويفيد ده نمرة واحد ده نمرة واحد هل تدخل البنك المركزي في ضخة اي عملة في الاسواق لم يحدث بل بالعكس البنوك جات من القطاع المصرفي اي من البنوك وده السر وراء قرار تحرير سعر السر في النهاردة زي ما حضراتكم شايفين واللي هو خاضع لمسألة العرض والطلب كيفما يتراء لكل بنك على حدة ودون تدخل من البنك المركزي الا باللوائح والقوانين فقط لغير طيب المؤشرات اللي اتكلم فيها السيد حسن عبدالله كانت مؤشرات مهمة جدا فاتكلم على سعر السندات الدولارية اللي كانت وصلت معدل الفايدة عليها لخمسة وعشرين في المية يعني لو عايز اصدر سندات يبقى انا ساعتها هدفع عليها فهو يتصل لخمسة وعشرين في المية هبطت هذه او هذا السعر على السندات الدولارية لستة في المية من خمسة وعشرين لستة يعني نزلت تقريبا الربع نزلت الى الربع يعني المعدل نزل بقيمة خمسة وسبعين في المية طيب عقود مخاطر الاقتمان عقود مخاطر الاقتمان يا سادة يعني وكأنك بتحط تأمين تأمين على التمويل بتاعك طيب كانت التكلفة بتاعت عقود مخاطر الاقتمان بتصل لسبعة وعشرين في المية فانخفضت عقود مخاطر الاقتمان لمعدل اتنين وواحد من عشرة في المية طيب العقود الاجلة بدأت في الهبوط حتى وصلت تقريبا منذ بداية العام لحوالي تلاتين في المية من سعره وبعد كده أساس حسن عبدالله في يعني مجمل الحديث وبناء على الاسئلة اللي كان بيتقدم بها مجموعة من الصحفيين والحضور فاتكلم على سعر الفايدة وده مهم جدا لأنه كان السؤال تحديدا متعلق بهل رفع سعر الفايدة على الإيداع أو الإقراض لليلة واحدة ب600 نقطة يعني 6% ده مش من شأنه أنه يكتف السوق أو يرفع الأسعار سعر الفايدة على الإقراض غليت وبالتالي المقترد إذا كان مستوردا أو إذا كان مصنعا إلى آخره وتحديدا المصنع يعني عادة المستورد ما بيقتردش قوي لكن المصنع فإذا اقترد علشان خاطر يجيب مثلا مستلزمات أو مكان أو مواد خام إلى آخره مش ده هيرفع سعر المنتجات حقيقة أساس حسن عبدالله قال بالنسبة لي حاجة جديدة جدا قال إحنا من فترة خدنا قرار إن إحنا نعمل معادلة وحساب نشوف بيها لو رفعنا سعر الفايدة بالمعدل ده اللي هو الستة في المية إيه اللي هيحصل؟ وتكلفتها قد إيه؟ يعني إيه تكلفتها قد إيه؟ يعني هنعتبر إنه سعر الفايدة وكأنه من ضمن تكاليف مكونات الإنتاج يطلع بقى مثلا كأنك بتحتاج مثلا فوسفات وبتحتاج حديد وبتحتاج مكان وبتحتاج كذا وكذا دي تكلفة حط عليها سعر الفايدة في حال زادت ستة في المية عن المعدل السابق عليه قال لقينا إنه سعر الفايدة أصلا بتاع التمويل من جملة معادلة مستلزمات الإنتاج لا يتعدى 12% 12% ما الأصل المية في المية فلو إحنا زودنا ستة في المية على سعر الحالي ده تأثيره لن يتعدى واحد في المية أو أقل قليلا وبالتالي ده مش هيأثر على سعر المنتج بل بالعكس إنه لما حصل تحرير لسعر الصرف وأصبح مطروكا للعرض والطلب إيه اللي جرى؟ بيحصل التوازن السعري وبالتالي المصنع اللي كان بيضطر يروح يدبر العملة عن طريق السوق الموازية فكان بيجيب العملة بكام لو تتذكروا من حوالي شهر ولا شهر ونص كان بيجيبها بسبعين جنيه 65 زي ما يطلع النهاردة هيجيبها بكام؟ هيجيبها بالسعر المعلن في البنوك هو عميل في بنك كذا هو عميل في بنك به في بنك سين صاد جيم زي ما يطلع فهيجيبها بسعر البنوك اللي هو زي ما حضراتكم شايفين احنا بنتكلم في حاجة ما بين الخمسة واربعين أو الاربعة واربعين لحد الخمسين أو الخمسين ونص ده على ما هو معلن في اليوم يعني النهاردة تمام؟ يبقى تكلفة استيراد مستلزم للإنتاج قلت عليه بدل ما كان سعر الدولار بسبعين هنفترض انه بقى بخمسين يبقى التكلفة قلت قالت ده من شأنه انه يخفض الأسعار مش يزود الأسعار فما تجيش تقول لي أصلي كده سعر الفايدة لما زاد هنزود الأسعار؟ لا لأنه تكلفة المنتج أصلا انخفضت ولأنه الفايدة على التمويل أصلا لا تتعد 12% من إجمالي معادلة مستلزمات الإنتاج أكد الأستاذ حسن عبدالله محافظة البنك المركزي إن الهدف من رفع الفايدة بالنسبة ال 6% اللي بنتكلم عليها هو احتواء لهذا التضخم يعني إيه؟ يعني أنا برفع من قيمة الجنيه يعني إيه؟ يعني أنا أقلل من حجم الجنيه أو العملة المحلية اللي مطروكة في الأسواق كده فبرفعها وبالتالي بخلي الجنيه في الحالة دي عزيز زي ما بيتقاله وبالتالي أنت بترفع من قيمته بتعززه أشار إلى أنه الدولة بتمتلك برنامج مهم جدا لخفض مستوى التضخم هذه الإجراءات هدفها الرئيسي هو الوصول بالتضخم على المدى المتوسط أنا بقول لك نصر الوصول بالتضخم على المدى المتوسط لرقم أحادي يعني إيه أحادي يا سادة؟ يعني أقل من 10% على أساس سنة وده اللي بيتم استهدافه عن طريق أداة زي أداة رفع الفايدة بحيث أن أنا أدعم المواطن وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر لأن أنا وحدت السعر أنا قضيت على السوق السودة كل سنة ومتطيبين بالمناسبة قضينا على السوق السودة ألف مبروك فالتذهب السوق السودة للجحيم ويذهب داعين السوق السودة أيضا لكل جحيم للدرك الأسفل من الجحيم كل اللي حاول يلعب باقتصاد البلدي فليذهب للجحيم فعلا السيد حسن عبدالله كمان يا سادة أكد أن البنك المركزي يمتلك من النقد الأجنبي ما يكفيه ده اللي قتلكه في الأول دي كده أول كلمة أقول لكم تاني والله يبنص كلام لدينا ما يمكننا من سداد التزاماتنا ويا فيد أنا جايبها لكم مخصوص وأنا كتبها كده بالألم والرصاصة اللطيف ده علشان أقول لكم بالزبط اللي تقال وإحنا قاعدين في هذا المؤتمر